بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضراتكم ان شاء الله اسبوع جديد من بريمو نبتدي النهاردة مع حضراتكم وإلقاء الضوء على منتخبنا الأولمبي وكل ما يخص طبعا الكرة المصرية من خلال الدوري الممتاز واقترابه من النهاية حياء منتخبنا الأولمبي ووصوله للدور قبل النهاية حاجة تشرف إنجاز موجود في التوقيت الحالي في كرة القدم ومستقبل ان شاء الله يبقى باهر مع نجمنا ومع المنتخب الأولمبي بما انه هو نواة المنتخب الأول الحقيقة منتخب بوصوله وتغلبه على بارو جواي حتى لو بدربات الترجيح ولكن طبعا كانت المباراة مباراة قوية مباراة بتدل على إن في شغل فني في اللقاء شغل فني من المدير الفني البرازيلي ميكادي وللحقيقة من ساعة ما جيه وإحنا بنثني عليه لإن عنده أسلوب مختلف وطريقة مختلفة طبعا إحنا كنا بننتقد دائما المنتخب الأول وإسلوب أداءه ونتيجه في الفترة اللي فاتت طبعا ده في ظل وجود طبعا فيتوريا لو نتذكر هذه المرحلة مع المنتخب الوطني ويمكن الاتنين جمع بعض لو تتذكروا تم اختيار من اتحاد الكورة للمديرين الفنيين سواء فيتوريا أو ميكالي وبالتالي الاتنين جمع بعض ولكن هنا ميكالي موجود وبيقدم كورة مع المنتخب الأوليمبي مع جوم المنتخب الأوليمبي مختلفة عن لقدمة فيتوريا في وقت من الأوقات عشان كده نقول إيه؟ نرجع ونقول إن الاختيار الأفضل لاتحاد الكورة في الفترة الماضية والحسنة أو مش عايزة أقول الحسنة الوحيدة وإن كانت هي الحسنة الوحيدة حتى الآن لاتحاد الكورة هو اختيار ميكالي كمدير فني للمنتخب الأوليمبيو طبعاً يعني ندي الفضل لكابتن حزم المام كابتن محمد بركات لإن السيرة الزاتية للراجل ده إنه متمكن ومتمرس في الأوليمبياد بناء على تاريخه وبناء على نتائجه مع المنتخب البرازيلي إنه راجل متمكن بيعرف يشتغل مع السن ده بيعرف يوصل لمرحلة بعيدة في الأوليمبياد بيعرف إزاي يتعامل حقيقة مع الظروف الصعبة لقرى المصرية في الفترة اللي فات وقلة المواهب وتفاصيل كتير احنا عارفنا كلنا سواء بجماهير أو محللين أو خبراء في كرة القدم لكن الراجل عامل شغل كويس مع المنتخب عامل نتائج كويسة اختياراته لالعبين برغم ممكن ظروف صعبة في مع الراجل حيب يواجهها إنه مثلاً كان بيختار بعض اللعيبة مجادش ممكن بعض اللعيبة الأخرى اتصابت لكنه اشتغل بمجموعة اللعيبة اللي موجودة واختار لعبين آخرين موجودين زي النني زي زيزو واكتشاف جديد الحقيقة للنني وأسلوب مختلف بيظهر بين النني في المنتخب الأولمبي وده معناه إنه اللعيب مستريح اللعيب بيطلع أكبر طاقة عنده من الجهد على الجانب الآخر أيضاً زيزو على الجانب الآخر أبراهيم عادل واحد من نجوم المنتخب الأولمبي والمنتخب المصري حقيقة ده في كله في كل ده وإحنا بنتكلم إنه ده إمكانيات مدرب بيطلعها من اللعبين بتوعه وده النجاح ده النجاح بالنسبة له المنتخب الأولمبي مع مكالي الحقيقة لكن عندنا آمل كبير عندنا يعني ثقة في المنتخب إن إن شاء الله أمام هذه العقبة الصعبة أمام المنتخب الفرنسي وصاحب الأرض وعندهم طبعاً ده تاريخ طويل أيضاً للمنتخب الفرنسي في كرة القدم وفي الأولمبياد إن إحنا نتخطى هذه العقبة ونحقق مركز متقدم في هذه البطولة إن شاء الله يعني مدلية ده اللي إحنا نتمنى إن إحنا نحقق مدلية كل ده يعني أعتقد بالاجتهاد والتركيز وبدعوات المصريين حيالي فرحانين بمنتخب الأولمبي وشايفين إنه يعني طاقة نور وأمل جديدة للكرة المصرية من خلال المنتخب ده بس إحنا إن شاء الله كده نحقق حاجة مجرد بس ما نحققها بأمر الله كل حاجة هتبقى أسهل وأفضل في الفترة القادمة خلينا نروح ليه كابتن محمود حرب مدير الكرة بالمنتخب الأولمبي والحقيقة نتمنى على المنتخب واستعداده للمباراة اللي هتكون يوم لاتنين إن شاء الله الساعة عشرة مع المنتخب الفرنزي كابتن محمود تحاتي ليك يا كابتن كابتن محمود حرب معي كابتن طيب جماعة موجود معنا كابتن محمود أنا ولا طيب نرجع لي كابتن محمود نتطمن على المنتخب الأولمبي حقيقة منتخب برجواي أو المباراة اللي أمام كانت منتخب برجواي وفوزنا خمسة أربعة بركضات ترجيح والتعادل الإيجابي في أصل المباراة ماتش صعب ولكن إنت بتكتشف حاجات كتير في المنتخب إن ماتش ورا ماتش إنت يعني بنتكلم في المنافسات الرسمية واللي المعمول عشانه المنتخب لهم بدا إنت الحقيقة بتتقدم في المستوى والهاربوني ما بين اللعيبة فيها شغل عالي وده بقول لكم في الأصل في الأصل ده شغل مدرب لأن اختيارتك للعيبة والبلان إي ثم بلان بي بتحصل لو ما فيش البلان إيه تنفزت في اختيارات لعبين أنا قصدي يعني والشغل الفني في المباراة والاستعداد ما قبل المباراة وإن كان طبعا كان الموضوع كان محتاج أفضل من كده في الاستعداد من خلال مباراة قوية مع منتخبات قوية لكن ما بليد حيلة هو ده اللي انت بتلاقيه هو ده اللي انت بتشتغل عليه ولكن قدر إنه هو نعمل شغل محترم في وقت قليل من غير ما يكون يعني هنقول ايه فيه تخطيط جيد للكرة في مصر حقيقة يعني المتخب الونبي يا جماعة واصل المرحلة دي من غير تخطيط جيد فيه كرة القدم المصري حقيقة لغاية دلوقتي احنا منتظرين التخطيط الجيد والنظام في المسابقات والنظام في المسابقات للقطاعات الناشئين والعين الزمنون الخبيرة انها تختار مواهب والمدربين كمان ثقل المدربين بشكل جيد لان احنا عندنا فترة بقالنا كبيرة ما عندناش الرخص وعندناش الدورات التدريبية اللي بتتعمل عشان نثق المدربين فتدرب اللعيبة دي بشكل جيد فتلاقي قطاعات ناشئين طلعها من الان ديها بشكل كويس فتلاقي منتخب شباب وناشئين وأولمبي جيد فاحنا حتى الان بنحاول ان احنا نوجد يعني خطط للكرة المصرية تودينا لمرحلة زي اللي احنا شايفينا مثلا مع المنتخب المغربي اللي هو معانا في لفس اليفل على فكرة يعني منتخب الأولمبي المغربي واللي بيقدم عروض حقيقة رائع يعني منتخب قوي جدا 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 اللي شاف المبارات بتاعته فيه الفترة اللي فاتت يقول لك لا ده منتخب تقيل ده مواهي يكمل اللي حصل مع المنتخب الأول في كاس العالم منتخب الأول المغربي عنده ماتش صعب عمام اسبانيا لكن احنا عندنا أمل وثقة فيه المنتخب المغربي الحقيقة بقويته اللي احنا شفناه انه يصل ليه المبارات النهائية ويا سلام يا سلام لو المنتخب المصري برضو عملها ويبقى نهائي عربي في أولمبياد باريس عشرين عبر عشرين تبقى حاجة جميلة ونضمن ذهبية وفضية ايا كان بقى طبعا عشان بلدي انا اتمنى للذهبية ان شاء الله مصر بلدي ونتمنى التوفيق للمغرب لكن مش قدامنا لا وحصل بس ده تمني ان شاء الله زي ما بلوكم كرة القدم ما بتعترفش غير بالجهد والتركيز والاسرار والعزيمة بالنسبة للعيبة ان هما يحققوا حاجة نفسهم وتاريخ بالنسبة لهم وتاريخ لبلدهم في كرة القدم ده بالنسبة لمصر لكن هارجع وقول ماتش بارجواي ماتش تكتيكي كان عالي جدا لعيبة قدمت اكتر حاجة عندهم روح واسرار وعزيمة لانك بتلاعب برضو منتخب قوي منتخب من المنتخبات المصنفة وبالتالي يعني انك بتوصل بتوصل انك تتغلب عليه حتى لو بركرات الترجيح فده شيء برضو يعني جيد بالنسبة للمنتخب الأولمبي كل التوفيق اليوم ولو كانت محمود هيرجع علينا تاني ان شاء الله لان طبعا انتصالات الخارجية تبقى شوية صعبة هنتطمن على المنتخب الأولمبي وتفاصيله وإيه اللي هيحصل هيلعبه فين والدنيا وماتش ان شاء الله زي ما بطركم كده بعد بكرة ساعة 10 مساء منتظرين كل التفاصيل الخاصة بيئة المنتخب الأولمبي طيب عشان نبتدي الحلقة الخاصة بينا دائما بنبقى عندنا ترتيب فيها بداية طبعا من أخبارنا والخاصة بيئة البريمو ومباريات الدوري ممتازة اللي تلعبت لان احنا كان عندنا عدة لقاءات بداية يعني احنا بنكلم كده كان فيه لقاء بالأمس مباراة الجونة والزمالك واللي كسب فيها الزمالك واحد صفر وأيضا كان فيه يوم